اشتركوا في القناة 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 إذن دائما لمقارنة كتلتين لهم وحدتين مختلفتين يجب أن أحولهما إلى نفس الوحدة إذا أريد أن نقارنهم مع بعضياتهم يجب أن يكونوا في نفس الوحدة لا يمكن أن نقارنهم وهم عندهم وحدتين مختلفين إذن نكتب هذه الكتلة أو الوزن الذي لدي هنا في هذه العلامة المرور في جدول التحويلات عندي 2 طن دائما نقول لكم رقم الوحدات هو الذي يكون مكتوب في هذه الوحدة إذن عندي 2 طن إذن 2 هي التي ستكون هنا أكتب لكم مقلب ستيلوا باش يبال لكم إذن عندي 2 طن ثم 8 قنطار 8 قنطار إذن كيبالي هنا خاصة نحولوهم كاملين الكيلو جرام باش نقدروا نحددوا ليهم وحدة واحدة يعني كلهم غادي نحولوهم الكيلو جرام باش نقدروا نقارنهم مع بعضياتهم ونقارنهم مع هاد العلامة دي المرور هدي إذن نحولو أول حاجة هاد الكتلة هاد اللي مكتوبة في علامة المرور إذن عندي 2 طن غادي نحولها الكيلو جرام باش نحولها خاصة ننضيف الأصفر هكذا ثم عندي 8 قنطار غادي نحولها احتهي الكيلو جرام ماذا تساوي إذن؟ هندير لهم عمليات الجمع تساوي صفر زائد صفر 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 زائد صفر 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 زائد تمانية تمانية اثنان زائد لا شيء تساوي اثنان إذن حمولة الحمولة التي لا يجب تجاوزها هي 2800 كيلو جرام إذن هذه القنطرة خاصة ما تفوتش 2800 كيلو جرام نمشي ودابا للكتلة ديال الشاحنة ديك ونحولها حتى هي الكيلو جرام باش نقدر نقارنوها بهذا الكتلة هذي اللي ما خاصت تجاوزها هذي القنطرة هذي إذن عندي دي تساوي واحد طون و700 قنطار واحد طون إذن فينا الخانة ديالة الطون هي هذه واحد طون خاصة نحولها إلى الكيلو جرام يعني غادي نضيف الأصفار ثم عندي 700 كيلو جرام 700 كيلو جرام إذن 700 الصيفر ديال الوحدات سوف نضعه في النفس الوحدة 700 ثم أقوم بجمع هذه الحمولة أو هذه الكتلة صفر زائد صفر تساوي صفر صفر زائد صفر تساوي صفر عفوا صفر زائد سبعة تساوي سبعة ثم واحد زائد لا شيء تساوي واحد إذن حمولة هذه العربة هي 1700 كيلو جرام إذن العربة دي الحمولة تعتها هي 1700 كيلو جرام نشوفوا دابا الحمولة ديلة العربة إذن 2 طن واحد قنطار 2 طن واحد قنطار نمشي الخانة ديالة الطون هي هادي 2 طن ونحولها الكيلو جرام ثم واحد قنطار ها هي قنطار هنكتب فيها واحد وغنحولها إلى الكيلو جرام وغنقوم بالجمع ديالها صفر زائد صفر تساوي صفر صفر زائد صفر 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 زائد واحد واحد 2 زائد لا شيء إذن إذن 200 ومئة إذن الحمولة ديالة آ الفان ومئة كيلو جرام الشاحنة بي إذن فيها هادي ديالجة محولة الفان وتسعم مئة كيلو جرام بي ألفان وتسعم مئة كيلو جرام نشوف داب السي تلاتة طن واثناني قنطر تلاتة طن إذن في الطن غنكتب تلاتة وغنحولها إلى الكيلو جرام ثم اثناني قنطر اثناني قنطر غنكتب اثناني في القنطر وغنحولها إلى الكيلو جرام وأقوم بجمعها صافر صافر اثنان ثلاثة إذن حمولة الشاحنة السي هي شنو هي ثلاثة آلاف ومئتاني كيلو جرام نشوفه دابا F إذن عندي واحد طن وتمانية قنطر واحد طن إذن الخانة ديال الطن غنكتب فيها واحد وغنحولها للكيلو جرام ثم تمانية قنطر إذن غنجي الخانة ديالة القنطر وغنكتب فيها تمانية وغنكمل بالأصفار حتى غنوصل عند الكيلو جرام سافر زائد سافر 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 زائد سافر 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 زائد تمانية تمانية واحد زائد لا شيء تساوي واحد إذن 1800 أف حمولتها هي ألف و تمانية كيلو جرام نمشي ودبا الأ هي ثلاثة طن ثلاثة طن إذن عندي الخانة ديالة الطن هي هذه ثلاثة طن إذا بغيت نحول الكيلو جرام غد نضيف الأصفار حتى غد نوصل عند الكيلو جرام إذن هي 3000 كيلو جرام إذن أ 3000 كيلو جرام إذن كيف ما كتلاحظوا معايا هنا أنا حولت غ العربات اللي عندي إلى الكيلو جرام وحولت حتى هذه الحمولة التي لا تجاوزها هذه القنطرة إلى الكيلو جرام وهي هذه إذن دابا يمكن لي نقارن ونشوف شكون هما العربات اللي يمكن لهم يمروا من هذه القنطرة وشكون هما العربات اللي ما يمكن لهم يمروا في هذه القنطرة إذن نبدأ ب دي عندي 1700 كيلو جرام 1700 كيلو جرام إذن كيف هي مع 2800 كيلو جرام إذن أصغر منها إذن فهذه العربة دي يمكن ها أن تمر من هذه القنطرة إذن غن نكتب هنا دي نشوف أ أ 1200 كيلو فهي مع 2800 كيلو جرام فهي أصغر منها إذن يمكن للشاحنة أن تمر من هذه القنطرة إذن غن نكتب أ هي أيضا سوف تمر من هذه القنطرة شوف مع يد ب ب 2900 كيلو جرام كيف هي مع 2800 إذن 2900 أكبر من 2800 إذن العربة ب لا يمكنها أن تمر من القنطرة إذن ب لا نشوف الس 3200 كيلو كيلو كيف هي مع 2800 فهي أكبر من 2800 إذن هي أيضا لا يمكنها أن تمر من هذه القنطرة F 1800 كيلو 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 كيف هي مع 2800 فهي أصغر منها إذن فالعربة F يمكنها أن تمر من القنطرة ثم عندي أ 3000 كيلو كيلو كيف هي مع 2800 فهي أكبر منها بكثير إذن فلا يمكنها أن تمر من العربة إذن فالعربات التي يمكنها أن تمر أو المرور من القنطرة هي D و و و F إذن نمر التمرين الموالي أكتب 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 كتلة في المكان المناسب أكتب كل كتلة في المكان المناسب إذن 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 عندي كتل أنا سننشوف غرب عيني ما سنحسب متى شي حاجة و سننشوف كل جسم من هذه الأجسام التي عندي هنا شحال تقريبا كتكون الكتلة دياله إذن إذن سبق لنا تعرفنا على الأجزاء والمضاعفات يعني عرفنا أن الأجزاء فهما كتل صغيرة بينما المضاعفات فهما كتل كبيرة إذن نبدأ ب أسهل حاجة مثلا هذا فهما كيبان المساكات هذا فهما كيبان لي أنهما أخف حاجة كينا عندي إذن أخف حاجة هي اللي غتكون عنده كتلة صغيرة إذن ممكن تكون فيهم 400 كيلو جرام ممكن تكون فيهم 40 كيلو جرام ممكن أيضا تكون فيهم 4 كيلو جرام 4 كيلو 4 جرام يعني ممكن تكون فيهم 4 جرام يعني كل واحد فيه جرام إذن 4 جرام نعم نشوف مثلا هذ القطة هذي يعني حتى هي خفيفة مش تقيلة بزيف إذن وش يمكن يكون فيها 4 طون ما يمكن ش 4 طار ما يمكن ش 4 كيلو جرام يعني 4 كيلو جرام ممكن قطة يكون فيها 4 كيلو جرام إذن تقدر تكون فيها 4 كيلو جرام عندي هذي الطيفل هذا تقريبا فيش حال تقدر تكون فيه يعني ممكن ش غتكون فيه 4 طون ممكن ش غتكون فيه 4 كيلو جرام فقط ممكن ش غتكون فيه 400 كيلو جرام إذن غتكون فيه غير 40 كيلو جرام تقريبا ثم عندي هذي القمح هذا فهو كل واحد فيه تقريبا قينطار نحن نعرف أن كل خنش تكون فيها 1 قينطار إذن هذي فيها قينطار هذي قينطار هذي قينطار هذي قينطار إذن تقريبا إنه غتكون عندي 4 قينطار ليه هذه 4 قينطار هذي قينطار ما عندي هذي الفيل وهذي الحصان هذا إذن هذو غيب لكم أنهم تقريبا تقاربين ولكن نحن نعرف أن الحصان أخف من هذي الفيل هذا إذن هذا الفيل هذا هو اللي غيكون فيه الوزن دياله كبير بزيف يعني 400 كيلو جرام أم 4 طن إذن كنعرف أن 4 طن شحل كتساوي بالكيلو جرام باش نحاول نقارنها لكم مع هذي إذن 4 طن شحل فيها من كيلو جرام دائما نرجع الجدول إذا معرف نرجع الجدول إذن عندي هنا 4 طن إذن غنكتب 4 في الطن وغنحول ها إلى الكيلو جرام اللي هي 4000 كيلو جرام إذن إلا قارنتها مع هذي 400 كيلو جرام ف4 طن ره كبر من 4000 كيلو جرام إذن ره الفيل هو اللي غتكون فيه 4 طن ثم الحصان غتكون فيه غير 400 كيلو جرام مقارنة مع الفيل نعم المرة والتمرين الأعداد المناسبة إذن غادي نكتب الأعداد المناسبة في المكان المناسب إذن عندي 1 كيلو جرام كم تساوي بال جرام 1 كيلو جرام كم تساوي بال جرام سبق لي أوريتكم هذه القاعدة أصلا اللي عندي العام مولية 1 كيلو جرام أنها تساوي 1000 جرام 1 كيلو جرام تساوي 1000 جرام إذا بغيتوا تديروها في الجدول إذن غن نشيل عند الخانة ديل كيلو جرام وغادي نكتب فيها 1 وغادي نتمم بالأصفار حتى نوصل عند الخانة ديل لجرام اللي هي هذه إذن 1 كيلو جرام تساوي 1000 جرام تساوي 1000 جرام نعم نشوفوا العملية الثانية 5 كيلو جرام كم تساوي بالجرام إذن مدام عندي هنا 1 كيلو جرام هي 1000 جرام إذن 5 كيلو جرام هي 5000 جرام ثم ثلاثة كيلو جرام و762 جرام كم تساوي بالجرام إذن سبق ليا قلت لكم أنه ممكن ليا نجمع واحد ججدي الوحد هم مختلفين خاصني ضرور نحول الى نفس الوحد عدم كل نجمع هم إذن عندي هنا 3 كيلو جرام هي ماذا هي 3000 جرام ثم زائد 762 جرام الخارج هو 3762 جرام إذن نحول هذه الـ جرام ونجمع ها مع هذه ثم 8 كيلو جرام و75 جرام لها 8 ألاف و75 جرام نعم نمر التمرين الموالي ويقول أكتبوا الأعداد المناسبة إذن هنا يعطوني 1 الكتلة زائد 1 الكتلة أخرى اللي أنا خاصني نعرف هش حل كتساوي وعطوني الخارج ديالها إذن عندي 500 جرام زائد شحال من جرام باش تولي عندي 1 كيلو جرام إذن نحن نعرف أن 1 كيلو جرام هي 1000 جرام باش ديكم سهلة هي 1000 جرام إذن 1000 ستبقى عندي 500 لأن 500 زائد 500 هي 1000 هي هذي و1000 جرام هي شنوية هي 1 كيلو جرام مالية الثانية 58 كيلو جرام زائد ماذا كيلو جرام تساوي 1 طون إذن نحن نعرف أن 1 طون في 1000 كيلو جرام يعني 1 طون هو 1000 كيلو جرام إذن 58 كيلو جرام شحل خاصها باش توصل لألف يعني خاصني هنا ندير عملية الطرح بالنسبة اللي ما يعرف شي نجز ها بالعملية دير العملية ديلة الطرح إذن عندي 58 كيلو جرام زائد 42 كيلو جرام تساوي نعم بالنسبة للعملية الثانية عندي 58 كيلو جرام زائد كم من كيلو جرام تساوي 1 طون إذن كيف ما كنعرف أن 1 طون يساوي ماذا يساوي 100 كيلو جرام إذن 58 كيلو جرام شحل ما زال خاصها باش توصل المئة إذن خاصها 42 أربعون إذن 42 زائد 58 تساوي 100 و100 كيلو جرام كم تساوي بالقنطار هي 1 قنطار إذن 42 العملية الموالية 5 قنطار زائد كم من قنطار تساوي 1 طون إذن نعرف أن 1 طون يساوي 10 قنطار إذن 5 قنطار شحل خاصها من قنطار باش توصل العشرة خاصها خمسة 5 قنطار و 5 10 قنطار هي شنو هي شنو بالطون هي 1 طون ثم عندي 600 ميلي جرام زائد كم من ميلي جرام تساوي 1 جرام إذن إذن نعرف أن 1 جرام شحل كيساوي بالميلي جرام كيساوي 1000 ميلي جرام إذن 600 شحل خاصها باش توصل الـ خاصها 400 إذن 400 زائد 600 تساوي 1000 ميلي جرام و 1000 ميلي جرام هي 1 جرام